بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيفكم يا سابع؟ تمام؟ اليوم إن شاء الله رح نأخذ درس مخارج الحروف طبعا مخارج الحروف أنتوا ماخدينها من قبل وهي ضمن دروس أحكام التجويد خلينا نرجع نتذكر مع بعضنا ما هي مخارج الحروف طبعا مخارج الحروف هي خمسة أي أن حروف اللغة العربية كل منها لها موضع تخرج منه يعني الحروف اللغة العربية حرف الباء والثاء والثاء والجيم كل واحد من هاي الحروف لها مخارج تخرج منه طب خلينا نرجع نتذكر مع بعضنا ما هي مخارج الحروف يلا مين يحكي لي أول مخارج؟ طبعا هنا حكينا مخارج اللسان له موضوع درسنا اليوم يلا شو المخارج الثاني الأخرى؟ عنا مخارج أول مخارج أخذته أنتوا بالصف القامل اللي هو مخارج الخيشوم صح؟ طب ما هي الحروف التي تخرج من الخيشوم؟ يلا نتذكر اللي حكينا لها صوت غنة M N ذكرتوهم؟ طيب المخارج الثالث اللي هو مخارج الشفتين ترفوهم الشفتين اللي بخرج منها مثل M M F عرفت U هاي الحروف تخرج من الشفتين كمان في عنا مخارج الحلق ترفوهم الحلق؟ عرفتوه؟ حلقنا هذا الحلق يا ميس بخرج منه حروف الإظهار اللي منذكرينها اللي هي الهمزة والهاء والعين والغين والحاء والخاء تمام؟ طب وفي عنا كمان الجوف ترفوهم الجوف يا ميس؟ اللي هو بعد حلقك شفت حلقك هاي المنطقة الفارغة الفاضية اللي هي بعد اللي وضعه هاي ما سميها منطقة الجوف منطقة الجوف بخرج منها حروف المد الطويل اللي أخدوهم وأنتو بالكيجي نكرينها A و يا إذن هاي حروف الجوف اليوم بدنا نأخذ إحنا في الصف السابع هي مخرج اللسان أولا في البداية بدنا نتعرف مخرج اللسان أو شكل اللسان ما هو شكل اللسان؟ شايفين عنا هاي الصورة؟ هاي الصورة يا سابع بتوضحينا شكل اللسان طبعا كلكم بتشوفوا لسانكم صح؟ طيب هذا اللسان يا ميس بنقسم عنا إلى أربعة أقسم أول قسم فيه لهو رأس اللسان هذا اللي مبوز عرفتوه؟ هذا الطرف اللي مبين علينا هذا الطرف اللي هذا بنسميه رأس اللسان طيب هاي بنسميها حافة اللسان اليمنى وهون حافة اللسان اليسرى طب هون هاد شو هو هذا المنطقة؟ هاي وسط اللسان طب هاي المنطقة اللي بعيدة هون أبعد إش باللسان هاي بنسميها يمس أقصى اللسان هون أقصى اللسان يعني أبعد إش باللسان معا شين جو جو واضحة يا ميس إذن اللسان ينقسم عنا إلى أربعة أقسام ما هي الأقسام؟ اللي هي أقصى اللسان ووسط اللسان وعنا حافة إذن أقصى اللسان ووسط اللسان وحافة اللسان وأطرف اللسان طبعا كل منها يخرج منها مجموعة من الحروف اليوم إحنا بس رح نأخذ مع أقصى اللسان أقصى اللسان هذا يا ميس يخرج منه اللي هو أبعد نقطة يخرج منه حرفان هدول حرفان اللي هم حرف القاف وحرف الكاف إق إك شوفوا يا ميس هدول اتنين إقراب من بعضهم ليش؟ أنه من نفس المخرج اللي هو أقصى اللسان طيب أيهما أبعد أنت مدهش تقرأ طبعا أنت إذا كتعرف مخرج الحرف لازم تقرأ وساكن ماشي؟ وتزيد له ألف إق إك حط إيدك عند أبعد إشي أق 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 أك أق أك وحن بتلاحظ من الأقرب؟ من أقرب إلك؟ أك أق أك أق أك أق صح؟ الكاف هي أقرب من القاف إذن إن هدولا هنما خرج أقصى اللسان تمام؟ واضح؟ طيب الآن بدنا نقرأ الآيات الموجودة عند أستمع وألاحظ قال تعالى والقرآن الحكيم إذن حرف القاف موجودة عند القرآن والحكيم كذلك حرف الكاف طيب الآية اللي وراها إن هو إلا ذكر وقرآن مبين طيب إن ذكر وقرآن حرف الكاف وحرف القاف ويحق القول على الكافرين هاي الآية رقم ثلاثة الآية أربعة فلا يحزنك قولهم إنا نعلم هاي الآية رقم أربعة إذن هاي الآيات ما استحتوي على مخرج هو أقصى اللسان وهو القاف والكاف واضحة يا ميس هذا هو درسنا لليوم طيب طلعنا آخر شيء اللي راح نحكي عنه اليوم اللي وحكينا عنها إنه أقصى اللسان هو أبعد منطقة هاي تعريفها تمام؟ هاي تعريف أقصى اللسان شو أقصى؟ هو أبعد منطقة في اللسان من الداخل مما يلي البلعوم والحلق شايفين حلقك وبلعوم هاي لسا أبعد منها وآخر اللسان ويخرج منهما حرفان اللي هم القاف والكاف شايفين الصورة اللي عندكم؟ حاكني لكم إنه حرف الكاف هو أقرب من حرف القاف تمام؟ لهون منكون خلصنا درسنا اليوم وإن شاء الله الحصة القادمة راح نوخد درس أكوة وأطبق لهي الآيات من صورة ياسين من 1 إلى 12 مع السلامة